بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم دائماً مع النصوص المنطوقة للسنة الثالثة ابتدائي وهذا الأسبوع نتطرق إلى مقطع جديد المقطع الثاني الحياة الاجتماعية نبدأ على بركة الله مع نص الوحدة للأولى كبشو الهيد كبشو الهيد عندما اقترب عيد الأضحى ذهب جمال إلى السوب واشترى كبشو الهيد وفي الطريق شرد منه ودخل فناء أحد البيوت فقابله أصفال صغار بالفرح والتهليل أمي أمي لقد جاءنا خروف العيد لما لحقه جمال سمع الأم وهي تقول إنه ليس لنا يا أبناء فمن كان يشتري لكم خروف العيد قد مات تأثر جمال كلامها وقال لها لقد وصل الخروف إلى أهله ثم رجع إلى السوق وهو يعد ما تبقى معه من مال فصادفه رجلاً ينزل الخرفان من الشاحنة فسأله بكم تبيعون هذا الخروف؟ رد البائع أهل حقاً أعجبك هذا الخروف الصغير؟ خذ هذا الكبش الأقرد أحسن سيفرح به أولادك جمال لا يمكنني فأنا لا أملك إلا القليل من المال البائع أنت محدود يا رجل فلقد وعدت بأن أعطي هذا الكبش لأول زبون يقصدني لأن الله أنقذني لتو من حادث مرور خطير أنا وماشيتي شكر جمال البائع وانصرف فرحاً مسروراً وهكذا رزق الله العائلتين